ناخد فكرة الزمن يقولك إيه؟ اديني ملايين السنين وبالتكرار وبالأخطاء هيوصل للحاجة الصح كيف يفحص السنين والزمن؟ بالزبط دي مشكلة يعني إذا بقوله عن كربون 14 بيفحص مثلا لا في السنين يعني أبو عشرة أو 14 ألف سنين يس بالزبط كده الكربون المشاهد عبارة عن إيه؟ الكربون أساساً هو 12 الكربون مشاهد 14 ففيه 2 بروتونز مش سابتين فبيفقد إشعاعات فيتحول من كربون 14 لنيتورجين 14 في حاجة اسمها نصف العمر يعني لو عندي كيلو كربون 14 بعد زمن معين يبقى نص كيلو الزمن ده اسمه نصف العمر ده 5730 سنة في كربون المشاعر فيحسبوا به الأمور ده طبعا محاضرة كاملة مش هدخل فيها دلوقتي لكن نرجع للزمن ففي الصورة اللي قدامنا فيه خلية واحدة وبين بتنتهي بشكل زئب أو كلب لو حطيت عطيتني زمن زي ما انت عايز ملايين السنين مش ممكن الخلية دي أنا عم بتفرج على الصورة هيشوفوها على ياس مش ممكن تحط احنا حطينا ساعة زمنية علشان نوري اديني ملايين السنين عمر ما الخلية دي هتطلع لي العين ولا الفروة ولا العظم بتاع الكلب ولا الأسنان بتاعته ولا السمع بتاعه والودان ولا الديل بتاعه مش هتطلع لي حاجة خالص الديني زي مضة ملايين السنين زي ما انت عايز وعلى فكرة فكرة ملايين السنين نشأت في الجيولوجيا قبل ما تطلع في علم الأحياء هنتكلم عن ده لما نتكلم عن ده هرون بالتفصيل فالزمن لوحده ما يقدرش يخلق ايه اللي محتاجينه عشان يخلق يحتاج معلومات الخلية دي محتاجة معلومات تضاف إليها في الDNA بتاعها علشان تطلع شفرة وراثية تقول لي اعمل العين اعمل العظم تمام ففي مركز معلومات مركز المعلومات بيطلع إشارات عشان تصنع ايه اللي مطلوب كأنه مصنع كبير قوي والإدارة المركزية بتاعته بيطلع إشارة عشان أطلع البرودك ده المنتج ده فالخلية دي عمرها ما هتبقى الشكل الكلب اللي احنا شايفينه على الصورة ده إلا لما تضف لها معلومات والمعلومات تنشأ من معلومات المعلومات لا تنشأ من المادة ودي حاجة معروفة جدا في علم الفيزياء إن المعلومات تنشأ من ذكاء لأن المعلومات ما تتوزنش يعني إيه يعني لو جبت سيدي روم عليه الإنسيكلوبيديا بريطانيكا معلومة موسوعة المعلومات البريطانية وسيدي روم فاضي ووزنتهم هتطلع وزنهم زي بعض بس واحدة عليها معلومات كتيرة لأن المعلومات مش مادة بس دي قضية تاني بس أنا بس بحاول أؤكد كل خطوة بنعدي فيها عشان تبقى واضحة تعال نشوف شوية أمثلة لو شفنا منظر الصخرة دي وقعها وشوية أعشاب طلع حواليها نقول ده ناتج الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة إنه وقعت بالصدفة وعملت الشكل ده لو روحنا جبل راشمور في أمريكا وشفنا نحت لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية الصادقين في الصخر هل ممكن أقف قدام المنظر ده وقل يا طور شوف الرياح والمطرة والزمن الطويل عملت الأشكال دي مستحيل لأن دي فيها زكاء فيها حاجة عملت فيها مصنع تمام فالمادة وحدها ما تقدرش تعمل ده لازم يكون فيه مصنع لازم يكون فيه أركيتكت واحد يعمل الكلام اللي احنا بنشوفه ده لكن برضو من ناحية تاني مثلا بتشوف أماكن عديدة في العالم مش فكرة الذكاء يعني مثل ما بتشوف هاي المنحوط في الصخر واضح أنه ده عمل إنسان أو اختراع إنسان بس مثلا بتشوف الإيروجين مثلا بتشوف جبال بتشوف طبقات بتشوف كده هذا كله عوامل طبيعة المي والهوى بالضبط وده اللي شرحناه في الصورة السابقة أنه فيه صخرة واقعة وفيه ده بالزمن والصدفة وقوانين الطبيعة فمرات ما بيربطوا هذا الموضوع في موضوع الاختراع لا فيه فرق بقى كبير قوي إنما شوف الإيروجين اللي هو التآكلات وكده دي الطبيعة المية لها قوة وعملت لها الأشكال الحلوة الجميل اللي منشوفها الأشكال دي منتج من منتج الطبيعة بس لكن لما تشوف رسم نحت بتاع شكل واحد رئيس انت عارفه وهو منحوط ده محتاج زكاء ده لا يمكن يكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة اشتركوا في القناة